لسه مكمليين معاكم فكرات نهارك سعيد وكنا بنقول في البداية ان سنة 2011 هي سنة الحرية على الشعب المصري كله سواء على المستوى السياسي او المستوى الاجتماعي هل في 2011 حصل اي تغيير في الرقابة على المصنفات الفنية؟ هل قبل ثورة 25 يناير لبعد الثورة كان فيه تغيير في المعايير الرقابية؟ طب في 2012 هنشوف اعمال حقيقية الاعمال دي ممكن تكون بتحترم عقلية المتلقي المشاكل اللي كانت دايما بتحصل بين المبدع والرقيب حتى تلاشى تماما في 2012 ولا لا؟ يعني كلها تساؤلات عن الرقابة هنعرف ردودها النهاردة من دكتور سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية صباح الخير يا فندم اول يوم في السنة الجديدة صباح الخير وكل سنة وانطيبين كل سنة وحضرتك طيب وخير وسنة سعيدة علينا يا رب جميعا وعلى مصر وربنا يا رب يعدي السنة الجميلة دي ان شاء الله بانجازات كبيرة تبقى علامة في التحول الديمقراطي للمصر يا رب ان شاء الله يا رب بإذن الله ان شاء الله ترسأي طبعا اول حاجة يعني عايزة عرفها من حضرتك من بعد ثورة 25 يناير لحد النهاردة عادة يعني حوالي 11 شهر حصل اي تغيير في الرقابة؟ طبيعي طبيعي طبعا ان بينعاكس ده على حجم الشغل بينعاكس حجم القلق اللي موجود وحجم التساؤلات اللي موجودة وحجم التحولات والاحداث اللي بتحدث في مصر خلال واللي حدثت خلال السنة اللي فاتت دي بكل تقلباتها وفكرة الانفلات الامن اللي كان موجود واللي بدأنا الوضع يتحسن نسبيا شوية دلوقتي انعاكس على دور العرض انعاكس على حركة الانتاج كلها انعاكس على حركة السينما في مجملها الأعام لو تتخيالي حضرتك كان مثلا بمقارنة بسيطة في 2010 كان عندنا حوالي 600 سيناريو السنة دي وصلين لمية وتمانين بصعوبة جديدة جدا مية وتمانين سيناريو ده حجم ما يتم تقديمه ده معناه ان فكرة المبادرة بطرح أفكار جديدة وبطرح موضوعات جديدة إلى حد كبير انكماشت حدث انكماش لدى المبدع لعدم وضوح الصورة وعدم وضوح الرؤية تبتشهدي المجتمع دلوقتي فيه كم كبير جدا من الأفكار المتناقضة وكم كبير جدا من الأفكار المتوازية وكم كبير جدا من الأفكار الأحيان المتقبلة والمتعارضة لكن فكرة وضوح الرؤية ووجود إطار عام ده شوية مخل المبدعين شوية مش بيبادروا بأفكار جديدة ومنتظرين بنسبة معينة إلى أن تكتمل الصورة وأن تحقق الصورة أهدافها ويحدث الاستقرار النهائي المرجو دايما بعد كل حركات الثورية أعتقد أن الإبداع ساعتها هيبدأ يتحرك في التعبير عن جمال هذه الثورة إنه يكون فيه شيء أقمن للمنتجين طب ده حجم الأعمال اللي بتتقدم للرقابة أو الأعمال اللي تنفذت فعلا في 2011 المعيير الرقابية بعد صورة 25 يناير مقص الرقيب مقص الرقيب والله دائما وأبدا يعني الرقابة أنا بتعامل معها من سنتين تقريبا من ساعتنا بقيت في الرقابة بتعامل معها لأنها مؤسسة ثقافية حقوقية مش بقدر تتلون بتلون الحكومات أنا بتعامل معها لأنها مؤسسة بترعى تعدد ألوان المجتمع المصري بترعى تعدد أفكار وبترعى أن المجتمع المصري متعدد الألوان متعدد الأفكار أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا لا أكبت أفكار بعينها أنا لا أناقش الأفكار على الإطلاق خالص بالعكس ده نحن كان من المميزات السنة اللي فاتت دي ومن المميزات الحوار القوي اللي دار ما بيننا وما بين المبدعين أن ظهرت أعمال إلى حد كبير جدا تبدو أفكارها جريئة جدا لكن كيفية التقديم طريقة التقديم هو ده اللي كنا بنتناقش عليه دايما أن إزاي نقدم فيلم عن التحرش الجنسي واللي عمله محمد دياب ومجموعة المبدعين والشركة المنتجة وتحمسه ليه أنه يبقى موضوع جريئ جدا لكن طريقة التناول تبقى غير خادشة لحياة الأسرة المصرية السينما المصرية بشكل عام حتى على مادة السنين اللي فاتت دي كلها أنا بنكلم على مئة سنة سينما بنكلم على مئة سنة رقابة مؤكد معاها لأن عندما ينشأ الإبداع دائما ينشأ من يسعى إلى أنه يحافظ على ثوابة مجتمع وحرية مبدع العلاقة دي هي الرقابة موجودة فيها وهتظل في هذه الحركة طبعا شأن كل المصريين النهاردة احنا بنحدث معلوماتنا بنتعرف على بعض أكتر الانتخابات قد تكون كاشفة لبعض تنوعات المجتمع المصري كاشفة للأراء والأفكار الكامنة جواه أعتقد أن كم المعلومات اللي بنعرف النهاردة عن التركيبة الاجتماعية في المجتمع اقتصاديا وثقافيا وفكريا أعتقد أنها بتتضح وبيتم دلوقتي تكوين أحزاب تكوين أفكار تكوين جماعات ضغط تكوين جماعات ثقافية تكوين جماعات بترعى تلون وتعدد الثقافة المصرية كل ده في صالح المرحلة اللي جاي كل ده في صالح أن يبدأ الاستقرار فيبدأ الانتاج الرقابة كذلك بتحدث معلوماتها بتتعرف على الأفكار الموجودة لكن احنا عندنا قانون بننفذه ولازال هو القانون هو هو بيحافظ على ثوابت مجتمع في الإطار العام وهو يحافظ على حرية المبدأ مهم جدا أن أنا أحافظ على حرية المبدأ عشان تظل السينما المصرية وجه مباشر للحقيقة وجه مباشر للواقعية يعني دون عن سينمات العالم كلها رغم من ده كنا بنقول يا رب تتعدد الموضوعات ويا رب تتعدد ونفكر بشكل مختلف وننطلق إلى أفكار زي أفلام الخيال العلمي زي ما حصل مع مكي أحيانا وبنفكر في أفلام الرومانسية وأفلام القيم الإنسانية العامة زي اكس لارج وغيره نتمنى ده ونتمنى غيره من الأفلام إلا أن السينما المصرية كانت مخلصة للواقع دائما وعبدا السينما المصرية ستظل تصور هذا الواقع وستظل تكشف عن مشاكل المجتمع المصري وستظل تكشف عن أمراض الموجودة في طبيعة المجتمع علشان تظل مرآة لعل المسؤولين السياسيين يعالجوا هذه المشاكل بالنسبة للمسؤولين السياسيين يعني ثورة ينايرا 2011 كلها قامت ضد رموز النظام السياسي السابق نعم دائما كنا بنشوف تلميح للشخصيات السياسية في الأعمال الفنائية بس تلميح لها ما كناش بنشوف يعني شيء صريح ضدهم في الفترة الجاية ممكن نشوف يعني الموضوعات دي بنتناولها بشكل أوضح شوية صدقيني كتير أحيانا بسأل نفسي يعني الفن المصري طول عمره من أول لما بفكر فيه المحبزات الممثل المهرج اللي كان بيشتغل في الشارع ويتلون بتلون أراء واختلافات الشارع الفنان المصري فنان مراوغ فنان قادر على أنه يقول ما يريد أن يقوله بأشكال مختلفة فنان قادر على أنه يراوغ مع السلطة المصريين كمبدعين بيروغوا مع كل أشكال السلطة وبيستطيع أنه يصل لجمهوره بما يريد بيساعدوا في ده العامية المصرية اللي لا يمكن بحال من الأحوال أن تفردي رقابة على العامية المصرية بيساعدوا في ده خفة الدم المصرية أنك تستطيع أن تحيلي كل شيء جامد وقوي بسخرية بنكتة المصريين بيفكوا كل معضلاتهم وكل أزماتهم بالكوميديا أعتقد أن الكوميديا هيبقى ليها دور كبير جدا في المرحلة اللي جاية لكشف كل آليات الزيف وده لن يخرج عن قوانين الرقابة أعتقد أن المصريين باستخدامهم للعامية المصرية شوفي قصايد الشعر الرائعة وشعراء العامية المصرية النهاردة بيقدموا أغاني شكلها قديه فيها قدر من الوضوح اللي أنا بطمينك علي يا مي أن كمان التكنولوجيا الحديثة خلاص ما بقتش تخلي ده رفاهي مني أو من أي رئيس الرقابة ييجي من بعدي التكنولوجيا الحديثة بتحط المجتمع المصري أو المواطن في العالم بتخليكي مش بس مجرد مركز للاستقبال أنت مركز للإرسال والاستقبال في آن واحد من خلال الموبايل ده أصبح أنك تستطيع المبدع أنه هو يصور فيلمه كاملا ويبصه كاملا عبر الإنترنت ولا تستطيع دولة من دول العالم أنها تتحصر بالعكس بدأت تنشأ آليات للتصويق جديدة شركات لتوزيع السينما مختلفة المستقبل ضد أي شكل من أشكال الرقابة المستقبل ضد وعي بأنك على الأقل ما يسمح له بالعرض العام وما تقدم الدولة له تصريحا بالعرض العام نتمنى أن هذا المصنف يظل دائما يحافظ على تعدد الألوان يحافظ على إبداعات المصريين يحافظ على أن سروتك الحقيقية في المرحلة اللي جاية ومن طول عمرك أنت سروة إبداعية أنت طاقة إبداع مصر طاقة إبداعية للعالم كله مصر طاقة حضارية للعالم أنت لا تملك شيء ولا سروات كبيرة ولا كنوز تحت الأرض ولا أنت الكنز الوحيد الذي تملكيه بشكل حقيقي هو المواطن المصري هو المواطن المصر على الحياة رغم كل ما عاناه على مستوى تاريخه المواطن المصر على تدينه رغم كل إيمانه بالليبراليته رغم كل إيمانه بتفرده في العالم علشان تظل مصر دائما وأبدا لها اليد الطولة في كل من ينطق بالعربية وفي العالم أساسا أنت مصدرة للفلسفات للحضارة اليونانية مصدرة للفلسفات للحضارة الرومانية أنت صدرت الدين لأوروبا أنت نشأت عندك الأديان لما يبقى موسى أساسا مواطن مصري لما يحكمك في يوم من الأيام وكان رئيسا لوزراء مصر هو سيدنا يوسف نبي من أنبياء لما أنت شعب فيه خريطة جينية للتدين لا يمكن بحال من الأحوال فصلها عن طبيعة هذا المجتمع هذا المتدين لبرالي جدا هذا المتدين مصدر للحضارات والأفكار هذا المتدين مصدر لكل حتى الأفكار اللي أنت تبدو إحنا مصدرين للأفكار السلفية مصدرين للأفكار الأصولية مصدرين للأفكار للشعر مصدرين للإبداع للصورة مش ممكن بحال من الأحوال بعد مئة سنة سينما السينما دي صاروة كبيرة جدا لازم نحافظ عليها باعتبارها أدوات القوة وكمان نطورها في إطار خطابنا المجتمعي من ناحية وفي خطاب إطار خطاب مصر الحضاري للعالم لابد أن تدهش أدهشة مصر العالم كله يوم 18 و19 يوم 18 يناير لحد يوم 25 يناير لحد 18 فبراير أو 11 فبراير في الثمنتاشر يوم دول إدهاش إبداعي إدهاش إبداعي ما كان يحدث في ميدان التحرير حالة إبداعية طب يا دكتور يعني أنا مش معقول هنتكلم على كل المعايير الرقبية بس إمتى بعيد عن المشاهد السخنة والمشاهد يعني بتاخدش حياة لأي مطالقة طبع إيه اللي ممكن مثلا رقيب يشوفه يبص عليه كده يقول السيناريو ده غير مقبول اللي يزدري دين من الأديان أي فيلم هيزدري أي دين من الأديان أو يسب العقيدة أو يختلف معاها بهدف تشويها طبعا مرفوض طبعا أي رقيب عندي بيرفضه وبعدده على أكتر من لجنة كمان حتى لو فيه عندي من الليبراليين ممكن يوافقوا على الفيلم ده بعضهم بيرفضه وبيبقى باين ده طب بالمناسبة دي حبقت من أول التصريحات رقلتها بعد ما توليت منصب رئيس الرقابة يعني قلت أنا ما عنديش أي منع أن الأعمال تقدم الأول للجهات الأمنية أو المؤسسات الدينية قبل ما تروح للرقابة لأ أنا ده تصريح كان مغلوط بالعلوه عني يعني ورديته الحقيقة وقلت ده أنت عندك مجموعة من المشاكل المرتبطة بتصريح التصوير نفسه تصريح التصوير مرتبط بمجموعة من القوانين منها أن الجهة اللي هتؤمن التصوير الخارجي على سبيل المثال هي وزارة الدخلية إذا كانت هتأملك التصوير في اسم من الإقسام لأنك بتعملي فيلم من الأفلام أحياناً أنت لو عملت فيلم دلوقتي عن مهنة التدريس ممكن تجدي صعوبة في أن مدرسة من المدارس توافق أنك تصوري لأنك بتهيني مهنة التدريس فكرة أن المهنيين كمان كانت زي المحامي وزي الطبيب وزي المدرس كتير من المهنيين في فترة من الفترات اتخيلوا أن لما يظهر صورة كوميدية أو ساخرة لشخصية من الشخصيات وكأنها اعتداء عليهم وما ده بيحدث عندنا قوانين منظمة مثلاً للنشر عن قواتنا المسلحة أو عن المخابرات المصرية المخابرات المصرية في كل دول العالم النوع ده من الأفلام إلى حد كبير بنبقى مراعين في التوافق مع القوانين علشان ما تسربيش معلومات خطيرة عن الدولة أو باسم الدولة احنا مش عايزين يقال أن هذا الفيلم هو صوت الدولة بالعكس ده أنا بتمنى أن مؤسسة الرقابة لما تمنح تصريح بالعرض العام إنها في نفس الوقت هي لا تعبر عن الدولة هي تعبر عن تعدد أنواع وأصوات المجتمع المصري بغض النظر عن أن دي رسالة للدولة أو تسيق للدولة أو لها هامش مات علشان كده بنسعى إلى أن تكون مؤسسة الرقابة مؤسسة مستقلة مؤسسة ثقافية وحقوقية تمارس أعمال مرتبطة بتنفيذ قانون الملكية الفكرية مؤسسة لن تحتاج إلى الدولة في مليم منها مؤسسة ستعيد لمصر أموال من الخارج ستعيد لمصر أموال هامة جدا لأن كل الدول دي ماضية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الملكية الفكرية عشان كده حريك بتطلب أن الرقابة على المصنفات الفنية في الفترة الجاية ما تكونش تابعة لوزارة الثقافة مش مسألة تابعتها لوزارة الثقافة أنا بتمنى أنها تبقى مؤسسة حقوقية مستقلة يبقى فيها فريق عمل يعبر عن تعدد أنواع الثقافة المصرية وتعدد ألوانها يبقى فيها ندوات مؤسسة بمعنى الكلمة نقعد نتناقش على الأفكار اللي بنقدمها نقعد نتناقش على الأفلام يبقى فيها مجال للندوات يبقى عندنا مكان مستقل لدينا نستطيع أن نمارس فيه نشاطنا الثقافي نبقى مكان نقطة التقاء للمبدع والمنتج والموزع نبقى مكان فعلا نقطة التقاء للمبدعين احنا بنتعاون مع النقابات المهنية الثلاثة الفنية بنتعاون مع غرفة صناعة السينبا بنتعاون مع جمعية المؤلفين والمنتجين بنتعاون والملحنين بنتعاون مع كل الجمعيات الأهلية هذه الجمعيات المعنية أنا أداة تنفيذية بتعينهم على استعادة بعض حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها لما نجمع كل اختصاصات الملكية الفكرية في مؤسسة واحدة هذه المؤسسة تدخل الدولة وتدخل المبدعين أموالهم الخارجية اللي جاية من الدول الأخرى والأموال الداخلية تعيد تنظيمها وتعيد ضخها تاني في مسارات الانتاج لما ننشط صناعة السينما ونسعى إلى أن يبقى كل العلاقات بتاع مؤسسات المعنية بالانتاج السينمائي زي غرفة صناعة السينما وزي المركز القومي للسينما وغيرها من المؤسسات بالفعل تعمل في إطار من التنصيق العام من خلال المجلس الأعلى للثقافة وبصيغة انتخابية أعتقد أن ده نتمنى أنه يتحقق في الفترة اللي جاية لأن ده ضمانة أن لا تتشكل للرقابة ولا تتغير ولا تتشكل بشكل الحكومات تظل مؤسسة تحافظ على مصدقية السينما المصرية في عيون العالم دكتور في الفترة اللي فاتت سمعنا كثير منتجين ومخرجين أول ما بيفشل العمل اللي هم مقدمينه بيعلقوها على الرقابة يعني عفوا يعني شماع بيعلقوا عليها مشاكلهم كلها أصلي كان فيه مشاهد وتحسفت بالتالي التسلسل الدرامي باز أصلي كان فيه والمقاص الرقيب شال مشهد كان مهم جداً كنتوا تفهموا منه الجزء التاني كله من الفيلم حرمتهم من ده السنتين اللي فاتوا إن عملياً ما حزفتش مشاهد عملياً ما حزفتش مشاهد بالعكس كنا بنقعد نتناقش مع المؤلفين قبل في مرحلة السيناريو علشان نيجي لمرحلة شريط السينمائي ما نكونش قدامنا مشاكل وما نتدخلش إلا فيه النزر القليل لما بنلاقي كلمة إلى حد كبير تبقى خادشة قوي للحياة أو مشهد إلى حد كبير هيوسيق للأسرة المصرية وحاولنا نتعامل حتى مع المسائل دي بإن إحنا نصنفه لأن إحنا مؤمنين بإن الرقابة مش دورها المنع مش دورها إنها تبقى مؤسسة معنية بالحزف المستقبل مش للحزف المستقبل مش للمنع المستقبل اللي جاي كله لتعدد الأفكار أنا رأيي إن الأفكار تقاوم بالأفكار وإن الصور تقاوم بالصور وإن الرؤى تقاوم بالرؤى أخرى مغيرة لها ما ينفعشي إن أنا أمنع أنا بالعكس أنا مع الأفكار كل الأفكار تتناقش المهم طريق التقدمة أن نقدمها في صيغة يرضاها المجتمع المصري طيب يا دكتور ده معناه مثلا ممكن أقول نظرة رقابة لأعمال الفنانين الكبار ممكن تكون مختلفة لأعمال الفنانين الناشئين أو الجداد يعني ممكن تتاصق في عمل يتقدم من مخرج كبير أو من سيناريست كبير أكتر بكتير من ما يتقدم من شباب إطلاقا بالعكس خصوصا في وقت الاختلاف أما يبقى عمل جديد من نوعه الاختلاف دائما أقول لحظة لك لما يكون حد من المبدئين النهاردة سمعني يبقى متأكد تماما ومتيقن أن الدهشة والإبداع والابتكار دائما منود برقاب الشباب لما الشباب بتوعنا تمردوا على شكل الإنتاج الحالي وتمردوا حتى على شكل الرقابة الحالي وراحوا عملوا ما يسمى بالسينما الموازية أو المستقلة كانوا أكثر التزاما وكانوا أكثر إبداعا وكانوا أكثر ابتكارا وحصلوا على جوائز كثيرة في كل المهرجانات العربية والعالمية الشباب دول هم نفسهم اللي عملوا بقول لحظة ستة سبعة تمانية هم نفسهم اللي عملوا فيلم عن الإدناء وهو موضوع في منطقة الخطورة بس فيلم كمان شوفنا على الإنترنت لقطات قالوا دي لقطات محزوفة من فيلم أسناء لا لا خالص هم اللي حزفوها بنفسهم مش إحنا اللي حزفنا مش إحنا خالص اللي تدخل بقى في حالة من حالات أنت بتقدمي العمل الفني ده أساسا لمجتمعك أنت معنية بأن تصل الرسالة اللي تعبت فيها كل هذه الشهور لهذا المجتمع مش بس يعني مين قال إن مبدعين معنيين بتشويه المجتمع بالعكس لما إبراهيم البطوت قدم حاوي لما قدم عين شمس لما حفظي دلوقتي إحنا قدمنا فيلم تسجيلي من ثلاث نسخ لما حفظي قدمه ويتجرق ويعمله بهذه الشجاعة وأنا بحييه عليه إنه يقدم الثلاث أفلام في دور العرض ويبقى موجودين للجمهور العام وهم أفلام تسجيلية الثلاثة زوي رؤى لبرالية جدا وحصل على جوائز أعتقد إن ده مكسب للسينما المصرية أعتقد إن إحنا بالعكس إحنا مؤمنين بالشباب مؤمنين بإن الإبداع الحقيقي هيجي من الشباب لما نوافق على مسلسل المسلسلات اللي عاملينها الشباب الرائعة اللي تعرضت خلال الشهور اللي فاتت بالعكس إحنا مؤمنين بإن اللي هيقدمه شيء حقيقي هما الشباب اللي قادرين على حل المعضلات العلاقة ما بين المجتمع والمبدع هم شبابنا برضو دكتور يعني إيه حرية ملتزمة؟ الحرية الملتزمة هي حرية إلى حد كبير وعية بالجمهورها أول شرط من شروط المبدع على فكرة بيقولك تعرف على جمهورك هلين أن إحنا نتعرف على جمهورنا؟ المبدع على فكرة ما بيتصش الناس بالتوب وبالتالي أنا شايف أنه دائما وأبدا ملتزم بأنه إنساني وأنه قادر على أن يصل إلى الناس بأجمل وأرق الطرق اللي يصل بيهم إلى قلوبهم علشان يؤثر في عقولهم ويؤثر في قلوبهم هو معني بأنه يختار أعظم الطرق لكنها الأكثر التزاما بقضايا المجتمع الأكثر التزاما بسوابته الأكثر التزاما بجوهر المجتمع المصري إنه المبدع الحقيقي هو اللي يدرك أن هذا التنوع وهذا التعدد في الأفكار هو عظمة هذه الوحدة وعظمة هذا المجتمع دكتور قبل ما نختم عايزة تطمن منك كده على مصير بعض الأفلام زي مثلا فيلم ابن الرئيس ده سيناريست يوسف معاطي ده كان موجود من أكثر من ثلاث سنين وترفض من الرقابة أيام الانتخابات وأنا الرقاباء برضو رفضوا أيام الانتخابات 2010 وما اعتقدش أنه له مستعبل أنه يتقدم ده اعتقد فيلم لمؤخزة المخرج عمر سلامة لمؤخزة رفضته وقلت لعمر أنا برفضه ليه لأنه إلى حد كبير كان فيه قصوة إنسانية لأنه بيجيب مأساة طفل قبطي أخفى ديانتو لما لقى اسمه متشابه أمام أحد المدرسين ودي قصوة قلت له يا عمر مستحيل طفل يتحملها ومستحيل تضع على السينما مشهد لمعاناة افتراضية غير حقيقية لا يمكن هيسمح بها طفل قبطي ولا يمكن هيسمح بها مدرس مسلم ولا تلميز مسلم يا هريك رفضت عشان بعيد عن الحقيقة طبعا بعيد لا يوغي القدر من مبالغة 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 قاسية من يتحمل أنه يظل طفل أمامه على مدى ساعة ونص في السينما هذا الطفل بيعاني لأنه بيخفي دينه من يتحمل هذه القصوة صحيح قلت له مستحيل عمر وعمر استجاب وبيعمل أفلام تانية جميلة منها الفيلم التسجيلي ده الوضع تحت السيطرة الهاني فوزي تمت الموافقة عليه من زمان بس في قاله سنتين غير منتج وفيه كمان برى الطبور تم الموافقة عليه بقى برى الطبور عبد الرحمن يوسر تمت الموافقة عليه من بدري وكنت أتمنى أنه يتعمل كان فيلم جميل قوي فيلم فيه رقة وفيه وعي بأن الشبابنا على وعي كبير جدا بالهي تكنولوجي واللي استخدم في في الثورة واللي لازال الفيلم رقيق كمان فيلم هايل كلنا يعني مستنيين 2012 تكون سنة خير عاصري ما المصري هو ده الأهم فعلا أحترم أكتر يعني هقول النهاية تحترم المشاهد المصريين الحقيقة يعني مطالبين خلال السنة دي سنة قاسية جدا سنة صعبة شوية معلشي سنة فيها شغل كتير نتمنى أن يبدأ الشغل فورا خلال ستة شهور إن شاء الله إذا قدرنا نتكاتف إن شاء الله نقدر المصريين هيحافظوا على ثورتهم هيحافظوا على ما حققوه خلال شهور قليلة وأيام قليلة إن شاء الله هيبقى عندنا برلمان منتخب خلال أي شهور قليلة هيبقى عندنا رئيس منتخب هيبقى عندنا دستور إن شاء الله بنتمنى أن يجي شهر سبعة وواحد سبعة ومصر مستقرة وبتتحرك ومنطلقة كمان ما نتمناش إن احنا نتقف عجلة الإنتاج عايزين نستعد لموسم رمضان رائع عايزين نستعد لأفلام ومسلسلات جديدة أرجوكم نبدأ نشتغل أرجوكم محتاجين نشتغل محدش هيوملي على شيء على أحد شيء محدش ينتظر حد يديله تعليمات أو توجهات أرجوكم كل المصريين يعني اخلص في مهنتك نشتغل بمهنية نطور المهنة نعمل شغلنا فورا نبدأ نشتغل نفتح استوديوهات الإنتاج هذا الوسط بيعمل فيه آلاف لن أجازف إذا قلت إنهم يصلوا إلى الملايين مع عشرات ومئات الآلاف من المصريين بيعملوا في المجال الفني أرجوكم نبدأ نشتغل دي رأس مال كبير جدا لازم يبدأ يتحرك وهو منكمش الآن بالعكس عايزين نطوره إحنا عندنا مشاريع لفتح دور عرض جديدة وفتح دور سينما جديدة بندعو المصرح كمان إنه يبدأ يتحرك بندعو شركات الإنتاج إن الشباب يبدأوا يعملوا شركات إنتاج صغيرة إن شاء الله يتنازلوا فيها عن أجورهم مقابل إنهم يبدأوا يشتغلوا بنرجو كل المصريين والمبدعين المصريين إنه نبدأ نتحرك بالفعل ما ننتظرش الدولة تنتج لنا ما ننتظرش حد ينتج لنا نبدأ بمؤسساتنا ومنظمات المجتمع المدني نبدأ نشتغل مصرح وسقافة ومعارفة وفن مصر لا يمكن أبدا نتنازل عنها تظل منارة وتظل مضيئة وتظل هي منارة الحضارة والتمدن في المنطقة العربية وفي العالم كله مصر حتى في أسوأ السيناريوات اللي بتكلمنا النهاردة والله يا مي عن نهاية العالم في 2012 وحتى مع وجود الطيارات المرعبة التي تدعو إلى اليأس واللي بتقول إن علامات الساعة اقتربت وإنها خلاص ده هدف إن الناس تفر إلى الله لكن التاني هدفه إن الفوضى تعم العالم وإن نهايات العالم أو شكت أرجوكم أن نتحلى بالوعي أمام هذه الأفكار اللي لا تدعو إلا إن شبابنا يأس وإن شبابنا يبقى أكثر عنفا وإن شبابنا يأس إن خلاص العالم انتهى أرجوكم حتى هذه الأفكار أن نلاقيها بحب وأن نلاقيها برحمة وأن نلاقيها إن حتى لو هتقوم القيامة أنا لو في يدي زرعة أنا علي أن أزرحها ولو في آخر لحظة علينا أن نؤمن بقيمة العمل أن لا يأخذ عقلنا في قدر من اللهو الغبي عن أفكار غيبية ونعي تماما أن العمل العمل والعمل واحده هو النجاح خلال هذا العام والنجاح من كل المؤامرات المحيطة بنا دكتور سعيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنيبة أشكر حبيب جداً نورتنا وكل سنة وحضرتك طيب يا رب كلنا ندخل بالأمل والتفاول ده 2012 كل سنة ونطيبة وإن شاء الله مصر عظيمة ومصر قادرة على التغلب على محنها ومصر بتنتصر على كل أزماتها بابتسامة وإحنا نحن مجبرون ومجبولون على الأمل ما عندناش اختيار تاني لابد أن نكون متفقلين غزب عننا بإجباراً المصريين أصروا على الحياة في أسوأ الظروف وعاشوا في أسوأ الظروف المصريين بالأمل ده يستمروا في الحياة لأن دورهم في الحضارة الإنسانية أكبر بكتير من كده بشكر حضرتك جداً يا دكتور مرسي لكم مشاهدين معينا دلوقتي تقرير رصدته كاميرا نهارك سعيد عن احتفالية أحدى الجامعيات الخيرية بالتعاون مع الهيئة العامة لكسور الثقافة وحنشوف الاحتفالية ونرجع نكمل معاكم فكرة